اشتركوا في القناة نهاردة ضفنا دكتور احمد عبد الرحيم استشاري طب وجراحة الفم والاسنان اهلا بحضرتك اهلا بيك يا فنب اهلا بيك هنتكلم طبعا النهاردة عن مواضيع كتير تخص الاسنان لان في ناس كتير طبعا بتبقى فيه مواضيع كتير من مورقاهم بخصوص اسنانهم سواء مواضيع تجميلية بيبقوا عايزين اسنانهم تكون بشكل افضل او طبعا مواضيع التسهوسات وتعب الاسنان طبعا تعب الاسنان ده كلنا عارفين انه ممكن يخلي الواحد ما ينامشي اه طبعا اكيد اكيد يعني مبدئيا كده زين حضرتك تكلمنا عن تسوس الاسنان اه تمام احنا الاول بسم الله الرحمن الرحيم بما اننا كمان في كورونا يعني ففيه فيه ناس كتير جدا من الاستاذ المرضى بيحجموا عن انهم يروحوا لعيادات الاسنان فيه ناس كتير اه بتكون خايف الناس تروح لعيادات لكن دلوقتي المفروض ان كل الاطباء يعني وانا واحد منهم طبعا بناخد احتياطاتنا سواء الحفاظ على الطبيب نفسه او على المرضى من الواقيات الشخصية زي الماسك والجلافز واستخدام الكحول او الجيل المعقم استخدام بنلبس جون كمان بنعقم الادوات كويس جدا لازم الحاجات دي كل العينين نسألوا عليها علشان العين يبقى داخل ومتطمن وهل هذه الحاجات بتكون كافية ولا اشراعية اه دي يعني على قدر الامكان يعني بتكون كافية لكن احنا لو تكلمنا بقى عن الحاجات اللي الناس دايما بتغلط فيها قوي بعيدا عن كورونا يعني نزيف اللسم الحاجات المنتشرة قوي قوي وده اللي حقيقة قلتيلي قبل الهواء ان احنا هنتكلم فيه نزيف اللسم كتير او من الناس بيفتكروا انه اللسم بتنزف بشكل طبيعي يعني ده شكل طبيعي ان انا لما بخسل اسناني والدم ينزل انا خلاص ده انا اللسم بتاعتي ضعيفة حتى فيه ناس كتير قوي بيقولوا انا اللسم بتاعتي حساسة وده طبعا كلام مش مزبوط خلاص اللسم اللسم اللي بتنزف معناها انه فيه مشكلة في اللسم لازم نروح للدكتور ونعرف المشكلة ايه لو تكلمنا بقى ايه اهم المشاكل اه كلمنا عن اهم المشاكل كده اللي ممكن تعمل نزيف اللسم عندنا مثلا لو فيه الجيوب الصدادية بين الاسنان لو فيه عندنا مثلا الرواسب الجرية فيه ناس كتير جدا برضو عندهم اعتقاد خاطئ انه لو نضفت اسناني ده بيأثر على الاسنان وبيضعفها لكن ده طبعا مش صح الصح ان انا كل ست شهور لازم ازور دكتور الاسنان انضف اسناني فهتبقى كميات قليلة جدا من الجير لو فيه بلاك بشيله لو فيه اي حاجة مسويسها انا بنضفها او بحشيها يعني فبحافظ على الاسنان فكتير قوي من الناس لما بيستخدم الفرشة زي ما قلت لحضرتك في الاول بيحصل نزيفة بيحصل نزيفة بيفتكروا انه انه من غسيل الاسنان لكن ده مش صح الصح ان انا اللاسة لما اجي اخسلها ما تنزلش دم بتنزل دم وقد ده يكون مثلا حساسية او كده ولا ده مش حساسية برضو ده اعتقاد خاطئ عند الناس انه اللاسة حساسة عشان كده بتنزل دم فهو بيبطل خالص يغسل الاسنانه بالفرشة لكن الصح ان انا لما اخسل زي ما قلت لحقيق اسناني بالفرشة لازم ما تنزلش دم بتنزل دم يبقى عندي مشكلة لازم اعرف ايه المشكلة المشكلة دي ممكن تبقى راسب جريه زي ما قلت لحضرتك ممكن يبقى نقص فيتامين سي فاحنا بنروح للدكتور الدكتور الاسنان المتخصص بيفحص اللاسة كويس جدا لو في راسب جريه بيشيلها بيعلم العيان ازاي يخسل اسنانه بطريقة مصبوطة وصح لازم نخسلها مثلا دايما نقول للناس عشان ما ننساش من الاحمر للابيض الاحمر اللي هو اللاسة والابيض للأسنان يعني اللاسة برضو المفروض ان احنا نخسلها بالفرشة اه طبعا لازم الفرشة دي فاندم لها اكتر من فائدة الفائدة الاولى انها بتعمل مساج او تدليق للاسة بمعنى ايه بمعنى ان انا لو عندي التهاب عندي جيش ربين ربنا خلق اسمه الجهاز المناعي فانا عندي لو بيروح عدد بسيط جدا من الجنود والزباط اللي هما في المسؤولين عن المناعة لما بخسل بوسع الأوعية الدموية اكتر بعمل مساج او تدليق فبوسع الأوعية الدموية اكتر فبيروح كميات اكتر من الجنود والزباط وصف الزباط فبيهجموا للتهاب ويخف الواحد ومنغير ما عمل حاجة دي اول فائدة تاني فائدة انها بتشيل بقية الاكل من على الاسنين علشان ما يحصلش تساوز وما يحصلش برضو في نفس الوقت الراسم الجرية تالت حاجة انها بتعمل بتعطر الفم يعني لو انا رائحة الفم كويسة ودي برضو شكوى الناس دايما بتشتكي منها رائحة الفم الكريهة طب ايه يعني ممكن تكون اسباب روايح الفم الكريهة دي والله اسباب روايح الفم الكريهة لها اسباب كترة جدا 80% منها من الاسنين في بقى 20% من حاجات تانية ممكن يكون من الجوب الانفية ممكن يبقى عندنا التهابات في المعدة ممكن احنا نبقى واكلين اكلة مثلا بتعمل ريحة زي البصل والتوم والحاجات الليها رائحة نفزة لكن 80% من الاسنين فيه برضو ممكن يكون من التهاب اللوزاتين او التهاب الحل لكن اكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها في عيداتنا دايما بتبقى روايح الكريهة بتبقى من الفم ودي من الحاجات اللي بقى عدم غسيل الاسنين طبعا في الاساس عدم غسيل الاسنين فيه ناس كمان بتعتمد على الغسيل الاسنين بس بفرشة لكن احنا عندنا حاجة مهمة جدا المعجون ضروري بقى المعجون ضروري وكمان الفلوسينج الفلوسينج اللي هو استخدام الدينت الفلوس او خيط تنظيف الاسنين ده مهم جدا فيه ناس كتير قوي بينسوا موضوع انهم ينظفوا اسنانهم بالخيط يعني انا المفروض اخسل الاسنين الاول بفرشة كويس جدا بعد كل وجبة تاني حاجة بعدها لازم استخدم خيط طبي للاسنين وكل طبعا اسنين او كل حالة لها الخيط الخاص بيها فيه خيط رفيع جدا فيه خيط تخين فيه خيط وسط لكن المفروض لازم استعمل الخيط الطبي بعد كل وجبة بعد مغسل الاسنين كمان ده طبعا هيحافظ كمان على الاسنين انها ما تتعرضش التساوص اه طبعا طبعا ماهيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عامل وراسي. لو عندنا في عامل وراسي. حتى لو بنخسل أسنان أسنان بتساوس. لكن لو الأسنان صحتها كويسة. وإحنا بنخسل الأسنان بشكل منتظم. وبعد الوجبة مباشرة. ولازم نخسل كمان هدية من عندنا كده قبل النوم. مهم جدا. يعني لازم ننام. لأن الناس بتناموا بوايل أكل في جوةها. فده برضو ممكن يؤذل تساوس. بالزبط كده. إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا فرشة طبيعية ومضمضة طبيعية. الفرشة طبيعية هي اللسان. حركة اللسان طول ما احنا بنتكلم أو بناكل أو بنشرب. فلساننا بيتحرك. ومعها بيفرز اللعاب. فاللعاب ده كأنه بيخسل الأسنان ومعها الفرشة كمان. لما بالنام بيحصل نوع من الكمون أو السكون. فاللعاب كميوته بتقل. ويتحول من اللزوجته بتزيد. يعني بيبقى بدل مهووتري أو عامل زي الميا بيبقى لازج. فاللزوجة دي بتساعد أكتر على أنه الأكل يلزق في الأسنان ويحصل تحلل للأكل ده. وبعدها يحصل التساوس اللي بيحصل. وبينلاقي الناس دايما بتشتكي. للأسف ناس كتير ما بتعرفش إزاي نيتحافظ على الأسنان. بالذات كمان للأطفال الصغيرين ممكن الأهالي ممكن ما ينتبهوش قوي الموضوع الزي ده معنا. الأطفال مهمة قوي إن احنا نبعدهم خالص عن الجنك فود أو الستيك فود أو الحلويات والتشوكليتس والسويتس يعني كل الحاجات دي غلط جدا 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 لأنها بنسميها الاستيكي فود أو الأطعام اللاصق. حقيقة يعني بص على أسنان أي طفل بعد ما بياكل الحاجات دي الشيبسي والكاراتي أو السويتس هتلاقي كل معالم الأسنان من الزهرة وكمان لازق كأن فيه صمغ لازق في الأسنان. فده للأسف بيبوز الأسنان بياكل طبقة يمينة من الأسنان بيعمل تساوس في الأسنان وخاصة التساوس الصعب أو اللي هو بين الأسنان يعني دايما عندنا فيه ناس تيجي مرة واحدة تشتكي بألم فظيع جدا سواء كان طفل أو كبير ده بيبقى عنده تساوس اللي هو بينسميه كلاستو أو ما بين الأسنان لأنه الأكل بتحشر بين الأسنان ما بيظهرش خالص اللي هو بيسببه بيعمل تساوس غير بعد فترة طويلة جدا بيحصل تآكل في جزء كبير جدا من السنة وبعدها يحصل ألم طب وده بيبقى علاجه ازاي؟ إحنا لو اللي حقنا للتساوس في الأول عشان كده أنا بقول وبكرر تاني المتابعة الدورية كل ست شردة مهم جدا لفحص الأسنان علشان لو فيه أي حاجة ظهرت نقدر نعالجها بسهولة نعالج ازاي تساوس؟ لو بسيط احنا بنعمل حشوات دلوقتي فيه حشوات تجميلية ما تزالش بالنسبة للتساوس اللي هو بيبقى بين الأسنان؟ بيبقى علاجه صعب شوية؟ لو ما وصلش العصب سهل جدا وفي جلسة واحدة حتى لو حشوة عصب برضو في جلسة واحدة بالنسبة للأطفال بنعمل لهم فيه طريقتين لعلاج العصب يا إما بنشيل جزء من العصب وبنحشي وخلاص بنستنى لغاية معادي التبديل أو إن احنا بنشيل العصب تماما لو هو ملتهب أو عامل صديد وبعد كده بنسيب الدرس لغاية برضو معادي التبديل لو الكبار بنعمل لهم حشوة عصب طبعا لو هو وصل لعصب طيب بالنسبة للأسنان اللي لونها بيصفر إيه العلاج لها يعني طبعا فيه طبعا الهوليدو سمايل والفينيرز والطبيض والحاجات دي بس طب إيه هل فيه طريقة طبيعية ممكن إن احنا نعالج بيها موضوع الاسفرار ده أو ترجع لونها تاني ولا الاسفرار أو تغير شكل الأسنان هو أكتر من نوع يعني فيه اسفرار أو تغير شكل الأسنان خارجي بس ده نتيجة للحاجات اللي احنا بنشربها زي الكافي ميكسا أو النس كافي أو القهوة أو الشاي أو الكوكا كولا هي بتلون الأسنان خارجيا بس لكن فيه حاجات تانية بقى بتلون الأسنان داخليا يعني الطبقة الداخلية للأسنان بتبقى ملونة ودي لها علاج طبعا مختلف لو احنا عندنا ظاهري بس على الطبقة الخارجية بس باستخدام فرشة معجون أو معجين طبيض بس مش المعجون الطبيض اللي هي مشهورة أو في السوق اللي هي بتبقى خشنة كده دي غلط جدا لأنها بتشول جزء كبير جدا من الأسنان لازم لما ننظف أسناننا بننظف بمعجين الطبيض اللي هي بتبايد السنة درجة درجة يعني تنظر بحاجة معينة ولا لو ينفع نقول طبعا الأسنان التجارية هنقول يعني بس هو ممنوع طبعا عشان ده نوع من الدعاية طبعا ناصد يعني معجين تكون نوعها هي معجون عادية خاصة يعني فيه ناس ممكن تستعمل أنواع تدر أسنانها ما نقول لحضراتك أي معجون أو بودرة فيها خشنة زي الرمل كده دي ممنوع تماما نستخدمها لأنها بتجرح طبقة المينة وطبقة المينة دي أغلى طبقة موجودة ربنا خلقها للأسنان لأنها بتحمي هي زي الإزاز لو تخربشت خلاص بتبقى ضعيفة جدا وسهل جدا أنها تأثر على الطبقة اللي بعدها العاج وبعدين العصب وهل المعجون ده فعلا بيساعد في طبيع الأسنان تدرجيا لو أنا بستخدم المعجون بشكل منتظم أكيد أسنان مش هتتسفر بسهولة وطبعا الناس اللي بتدخن كمان يعني ده مهم جدا أن نبتعد عن التدخين أو لو حتى هم ويدخنوا الأول ننصحهم طبعا هم ويدخنوش خاصة في الظل الجائحة وأزمة كورونا احنا محتاجين الرئاتين يعني رئاتين من أكتر الحاجات دلوقتي في أزمة كورونا اللي بتتأثر فدينا الصحة بنقدمها لكل السادة مشاهدين يعني مهم جدا أن نبعد عن التدخين ياريت يعني لكن الناس اللي أبتليت بالتدخين ممكن بعد ما تدخن أو يدخن لازم تخسل أسنانها كويس بالفرشة ومعجون معجون بيحتوي على مواد مبيضة بس بيبايد الأسنان تدريجيا مش مرة واحدة في حاجات ممكن تستخدميها تشيل كل السفرار ده بس ده غلط جدا جدا مع الوقت بيعمل حساسية للأسنان وبعدها بيحصل تساوس للأسنان وفي بقى التبييد الدائم اللي هو بقى تساوى التبييد بالليزر أو الفينيرز حتى التبييد بالليزر فيه تبييد عندنا تبييد كيميائي وفيه تبييد بالليزر أو التبييد الكيميائي ده مش دائم يعني الناس فكرة أنه دائم لا ده مش دائم دا بيوع تقريبا 6 ارسعون لكن الدائم طبعا الفينيرز الفينيرز وده ده الصيحة الجديدة فعمل طب الأسنان وتجميل طب الأسنان طب الفينيرز نوع من أنواع الهوليد قينر ولا ده حاجة وده حاجة تانية لا الفينيرز هي هوليد قينر هي هوليد قينر لاننا زي اعمل قينر ديزاين أو زي اصمي مبيبتسامة عشان فيه برضو بيبقى اللي هو متحرك دي سناب اون يعني فيه حاجة سناب اون اه اللي هي الهليود اسمايل المتحركة ودي زي الاكسيسور زي كده بلبسها في المناسبات وانا خارجة بس ما يفعش اكل بيها لانها ممكن بتكسر بس اللي بقى اللي تنصح بيه اكتر مثلا الفينيرز هو اللي بيتعايش وبيعادي اللي هو السابت الفينيرز السابت اللي هو ابتسامة هليود السابتة ما بتأثرش على الاسنان او بتسبب ضرر لها مع الوقت لا 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 ما بتأثرش على الاسنان خالص لو انا اخترت نوع كويس جدا وراحت الدكتور متخصص اكيد مش هتأثر لكن طبعا احنا بيما اننا بقى في عالم الموضة والسوشيال ميديا فاحنا بنلاقي اعلانات كثيرة جدا باسعار وليلا جدا فانا بنصح الناس يعني دايما بتقال وينجارفوش ورا اي حاجة لا ووفر مثلا حلو كله يروح يعملو لا هيوفر بعد شفاها يخسر سنانه كلها لانه دايما فيه مثلا بيتقال كده في البلاد الريفية بلادنا انه الغالي رخيص او الغالي تمنه فيه دايما لما اختار اختار الدكتور اسنان لازم يكون شاطر جدا وامين شاطر جدا وامين بمعنى انه يعملش حاجة هي مش مطلوبة يعني فيه ناس انا شخصيا في عياتي بيجي لي ناس بيطلبوا ان يعملوا فينيرز وانا مش برضا لاني بلاقي اسنانهم كويسة جدا شكلها كويس جدا الاسنان منتظمة لونها كويس ومعقول فليه انا اعمل فينيرز يعني ممكن اعمل لو هي لون السنان مش عاجبها ممكن اعمل تبييد كيميائي او ليزر كل ستة شهر او سنة ما فيش اي مشكلة من غير ما بعمل مزود حاجة على الاسنان تبييد اللي هو بالليزر او الكيميائي ده هل هو له اضرار ولا لو انا بستخدم كيتس المواد المبايرة الماتيريا اللي انا بستخدمها لو متيريا الكويسة لا طبعا ما لاش اي تأثير خاص لكن لو استخدمت بقى الحاجات في المولات في مولات مشهورة اي اه في حاجات كده بتلاقي اعلاناتها الم كده لتبييد الاسنان لا ده ده حاجات كلها فيك يعني حاجات مش حقيقة خالص انما حتى في المولات كمان فيه ناس ممكن يعملوا جلسات سيشنز للتبييد ده برضو مش مظبوط خالص لازم طبعا يروحوا لحد لازم حد متخصص عشان لو حصلت مشكلة لان انا عندي اللاسة لازم احافظ عيال لازم احط مواد تعزل اللاسة بعيد خالص عن مواد تبييد لانها لو نزلت عن اللاسة بتعمل مشاكل في اللاسة وعندي كمان الكيتس او الماتيريا اللي انا بستخدمها لو مش كويسة بتعمل مشاكل طبعا في اللاسة في الاسنان بتعمل حساسية شديدة جدا في الاسنان يعني انا باية سناني وبعد كده حسي بقلم فضيع جدا شكرا جدا لحضرتك يا دكتور احنا وصلنا لنهاية حلقتنا وطبعا اتمنى تكونوا استفدتوا اعزائي المشاهدين بالحلقة واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله من برنامجنا حواديث مصرية موسيقى موسيقى